موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الواحدة ظهرا في تونس وفي نشرة أخبارها أمطار هامة في مدنين دون أضرار جسيمة رغم تسرب المياه إلى عدد من المنازل والمتاجر وتدخل فرق الحماية المدنية لشفطها انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ودعوة إلى إرساء جملة آليات تدعم التعاون الاقتصادي في مجالات عدة مجلس لامن الدولي يعقد جلسة حول أسلحة الدمار الشامل وقادة العالم يعلنون تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران موسيقى أهلا بكم مشاهدين ما يزال التورابو التونسي يشهد مرور تقلبات جوية موسمية استثنائية أقل حدة إلى حدود اليوم مما عشته ولاية نابلة سبت الماضي تركزت أساسا بولايات الجنوب الشرقية ووفق أحدث نشرات معهد الرصد الجوية الوطني فإن أعلى كميات الأمطار المسجلة ساعة الماضية شهدتها ولاية مدنين حيث تراوحت التهاطلات هناك بين 15 و93 مليمترا نزل كميات همة من الأمطار عرفتها يوم أمس وليلة البارحة مختلف معتمدية ولاية مدنين وكانت أكبرها بمدنين المدينة حيث تراوحت الكميات المسجلة بين 15 و93 مليمترا لا بس وحمد الله لا بس من اللي توقعناه ما صارش حمد الله والله باهية الحمد الله كل شيء باهية كل شيء باهية الزيتون باهية العشاب باهية كل الخيرات كلها باهية الأغنام والتعربية الماشية كل باهية تهاتل الغيث بمدنين جعل عديد الأوديات تشهد سيلاناً مثل الوادي الذي يتوسط المدينة ما جعلت تعاطلاً في الحركة المرورية وأيضاً تضرر عدد من تجار الملابس المستعملة السلعة ضرت برشا في السلعة تجيب قيمة خمسة ملايين والله أكثر مشتر كلها السلعة والله ما نبهنا حد ما جانا حد ولا قال لنا لحوله ولا ما قال لنا حد ماذا بيننا كان يعملون لفت السوق ليبيا على السوق البغريك نسموه نحن في مدنين يتكلمون عليه شوي خطر بصراحة الكمية المسجلة من الأمطار لم تخلف الضرراً حسب معينة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التي استعدت منذ فترة من التدخل في الوقت المناسب نحن نعرف المناطق الزرقان الموجودة على مستقل معتمد وكان بالضرورة أن نتدخل في هذه المناطق هذه لأننا نعرف بالتجربة المتواضعة أن الأمطار ربع ساعة الأول تقوم عملية غلق كل القنوات لدي شيء بالكواغت لسه شيء لغير ذلك نحن تدخلنا في ربع ساعة الأول في النص ساعة الأول نمطع الأنطار وبالتالي مما سهل عملية إنسياب الماء بصفة مدية والبشرية للتدخلات حيث قمنا بعديد من التدخلات منهم إزاحة السيارات والطرقات التي تشهد ركود مياه كذلك معينة عدد 20 منزل بولاية مدنين تم ضخ خمسة منازل فقط نظرا أن الكيميات التي موجودة في المنازل الأخرى لا تستوجب الدخل أمطار هم معرفتها ولاية مدنين ستنعكس إجابا على الخطاع الفلاحي بالجهة وأيضا على امتلاء المواجل والفساقية نظرة حينية على تطور التقلبات المناخية جنوب شرق البلاد نلقيها مع المشاهدين عبر كاميرا تلفز تونسية بولاية مدنين والزميل خميس بوبطان إذن أهلا بك خميس ما هو جديد الأمطار والرياح بالجهة وكيف هي أوضاع المواطنين بمدنين خصوصا مساء الخير بالنسبة للأوضاع الخاصة بالمواطنين لم نسجل أي أذرار أو أي خسائر مادية جاسمة في مستوى ولاية مدنين على مستوى خاصة المنازل لم نسجل كذلك أذرار على مستوى البناءات ولكن الإشكال المهم الآن والمتواصل منذ سنوات سراحة في ولاية مدنين وجود جسر وحيد في وسط مدينة مدين معطل كثيرا حركة المرور بل أصبحت المدينة في شلل سراحة خاصة في الساعات السباح الأولى وسط مدينة مدنين باعتبار أن نزول الأودية الذين يشقان المدينة خلف تعطلا كبيرا على مستوى حركة المرور المواطنون هنا مستؤون سراحة من تواصل اعتبار جسر واحد واعتماد جسر وحيد على مستوى مدينة مدنين بالإضافة إلى كذلك سيلان بعض الأودية الأخرى الجانبية من المناطق المحادية لمدينة مدنين ما رفع منسوب الوادي هنا في وسط مدينة مدنين كذلك على مستوى جهة الجنوب الشرقي ككل سامية لم نسجل أي أضرار في وسط وولاية جابس وولاية تطوين حيث أن خاصة في ولايتين مدنين وتطوين على مستوى الأحوال الجوية هو ارتفاع سرعة الرياح في مختلف مناطق ولاية مدنين وكذلك ولاية جابس المسألة الأخرى لابد من الحديث عنها تخص كذلك المناطق الرفية والجسور التي انكسرت بين ذفرين وسببت في كثير من فيضان الأودية خاصة في معتمدية بن خداش نتحدث كذلك على معتمدية جرجيز أحد الأحياء المعروفة جدا بالإشكاليات على مستوى منطقة الحسيان عطل كثيرا حركة المرور والتلاميذ هذا السباح وتم التجاه خاصة إلى تدخلات الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى لحظنا كذلك بعض الانكسارات على مستوى الطرقات وكذلك على مستوى المنازل في وسط مدينة مدين كما تبينه السورة حاليا في المحصلة سامية مدينة تطوين مدينة مدينة الآن الحركة بدأت تعود بشكل تدريجي على مستوى المرور ولكن المطلب الأساسي بالنسبة لمتساكن مدينة مدينة هو إحداث جسور أخرى على الأودية الرئيسية التي تشق وسط المدينة شكرا لك خميس على هذه التفاصيل الضافية كنت معنا مباشرة من مدينة وكان مجلس وزري مضيقون التام أمس بمقر ولاية نابل تبع عمل لجان مختصة وأقر جملة إجراءات فورية وعاجلة في مواجهة مخلفات فيضانات السبت الماضي في الجهة التقرير التالي يعود على أبرز ما سببته هذه الفيضانات من أضرار والإجراءات المتخذة لتطويقها عاشت ولاية نابل وعدد من المناطق المجاورة لها الأسبوع الماضي على وقع أمطار طفانية غير مسبوقة تسببت في وفاة ستة أشخاص جرفتهم السيول إلى جانب خسائر مادية كبيرة لحقت بممتلكة المواطنين سيما في بعض المعتمديات كالتاكلسة وقربس وبعرق واستنادا إلى والية نابل ورئيسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالولاية فإن أكثر من 2500 مسكن تضرر من هذه الفيضانات بمستويات متفاوتة كما تضررت أعداد كبيرة من المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية بلجها بالإضافة إلى أضرار طالت المجال الفلاحي رئيس الحكومة يوسف الشهد الذي تابع عمليات النجدة والإنقاذ بقاعة العمليات المركزية للحماية المدنية تنقل إلى عدد من المناطق المنكوبة وعين الأضرار التي لحقتها وأكد تسخير الدولة لكل إمكانياتها لجبر الأضرار لتعود الحياة إلى طبيعتها في الولاية وقد أشرف رئيس الحكومة على مجلس وزري مضيق انعقد بمقر ولاية نابل أعلن من خلاله على جملة من القرارات الفورية والعاجلة لفائدة الولاية بعد الفيضانات الأخيرة وتشمل هذه القرارات بالخصوص مجالات تتعلق بالبنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية من ذلك بالخصوص صرف الاعتمادات اللازمة لتحسين 2500 مسكن ووضع برنامج لنقل المساكن المقامة على حافة الأودية وصرف اعتمادات فورية للبلديات والجماعات المحلية في حدود 25 مليون دينار كما أصدر مشروع قانون استعجالي لتعويض الأضرار الحاصلة للتجار والمؤسسات الاقتصادية وأقر المجلس أيضا فتح حساب بريدي تحت رقم 18-18 لتقبل التبرعات من المواطنين داخل تونس وخارجها ليكون هذا الحساب تحت تصرف الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي وخاضعا لمراقبة هيكل المحاسبات وإلى جانب التدخلات الرسمية للحد من تبعات هذه الفيضانات شهدت ولاية نابل مدا تضامنيا بيّن الوجه المشرق للعمل الإنساني من خلال تدخلات المواطنين والمجتمع المدني لتنظيف المدارس والمعاهد التي توقفت بها الدروس لأيام وتنظيف المؤسسات المتضررة ومد يد المساعدة للعائلات التي تسربت لها مياه الأمطار حتى تستعيد الولاية برقها موصلة تونس الوقوف إلى جانب ليبيا ومساندتها الشعب الليبي وأعلنوا العمل بين الشركين التونسي والليبي على إرساء ليايات تدعم التعاون الاقتصادي في مجالات عدة بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية وتفعيل اللجنة العليا المشتركة تونسية الليبية التي ستنعقد خلال أشهر أبرز ما أكاده رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في افتتاح المتدى الاقتصادية تونسي الليبي الذي يحضره مسؤولون ليبيون ويشارك فيه نحو 350 رجل أعمال من البلدين نسعى إلى تحقيق حقيقة تقارب كبير إعادة مستوى العلاقات ليس فقط العلاقات التجارية ولكن أيضا الاستثمار عن ألية المقاصصة بين توريد النفط الليبي والخام الليبي مقابل تصدير السلاعة التونسية أيضا دراسة إمكانية تحداث خط بحري بين تونس وليبيا إمكانية عودة الخط الجوي بين تونس وليبيا واليوم هناك تقريب أكثر من 200 مؤسسة ليبية حاضرة في تونس ورجال أعمال ليبيين لهذا المنتدى حدث هام إن شاء الله يفتح على عودة قوية العلاقات التجارية والاقتصادية من تونس وليبيا ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظيمها وكالة النهوذ بالصناعة والتجديد حول مواضيع تهم مجالات الاقتصاد والاستثمار تم تناول مسألة شباكة الوطنية لمحاضن المؤسسات ومدى نجاعة منظومة المرافقة والإحاطة بالباعثين واستجاباتها للواقع من خلال برنامج محاضن المؤسسات تمكن عادل من بعث مشروع اقتصادي ناجح توفير فضاءات وتجهيزات مكتبية وإيجاد التمويلات الضرورية مع المرافقة والإحاطة لصاحب المشروع في جميع المراحل أسباب مكنت عادل من الدخول إلى سوق الشغل يعطيك أم بيرو مع تحطة الكراءة رمزي انترنت خالص ما يخلص حتى شيء وكيف كيف يوفروا لك معانتها معانتها أنيكسبير يعاونك في دراسة المشروع متاعك مغادي معانتها هذه كيف شبديت للإحاطة كيف معانتها يعاونك في الوصول للتمويلات المرافقة والإحاطة التي توفرها محاضن مؤسسة لفائدة الباعث ولئن ساعدت الكثيرين على بعث مشاريع فإنها طرحت اليوم للتقييم والنظر في مدى استجابتها لمتطلبات العصر المراجعة هذه اليوم ضرورية والمراجعة اليوم للمنظومة الوطنية المرافقة بصفة عامة تكون عدة مستويات مراجعة تشريعية مراجعة بالنسبة لخلق يعني أليات عمل مشترك من كل المداخلين اليوم في منظومة المرافقة ومن بين المراجعات التي تمت لمنظومة المرافقة والإحاطة بالباعثين كانت على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاحظنا وأنه خريجي التعليم العالي على موقت اللي يتخرج ما يعرفوش كيفاش يحث مؤسساتهم مراجعتنا تمثلت في إدراج فكرة إحداث مؤسسة في إطار التكوين في التعليم العالي والبحث العلمي توليت في الكورسوس اونيفرسيط في التكوين طلبة التعليم العالم وبخصوص محاضن المؤسسات بلغ العدد الحالي للمحاضن الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 27 محظنة تتوزع بين المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومعاهد الهندسة أي بمعدل محظنة مؤسسات على الأقل بكل ولاية بمناسبة الاحتفال بيوم تعميم الاندفاع بالمعلومات الدولية انتظمت الدولي لتنمية الاتصال 2018 التي أكد خلالها الحاضرون ضرورة تسني القوانين وإرساء ممارسات جيدة للمجتمعات المفتوحة مع تعزيز التنمية المستدامة عبر النفاذ إلى المعلومة بمناسبة اليوم العالمي لنفاذ إلى المعلومة اختارت منظمة اليونسكو تونس للاحتفال باليوم الدولي لمحادثات البرنامج الدولي لتنمية الاتصال 2018 بحضور عدد من الخبراء قاموا بعرض مبادرات من شأنها تعزيز نفاذ الجمهور إلى المعلومات على المستوى هذا اليوم نظمين تظاهرات في العالم منهم تظاهر في تونس التي أول مرة تتم تظاهر في خارج بريس الهدف من تظاهر هذه اليوم إبراز التجارب الناجحة سواء على مستوى المجتمع المدني في بلادنا أو خارج بلادنا وأهمية الحق النفاذ للمعلومة كحق أممي اليوم نحن نتبع فيه ونحب الدول تعمل للسياسات لتطوير السؤال المطروح اليوم وكيف يمكن في ظل التكنولوجيا الحديث المنتشرة أن نقدم المعلومات الجيدة للمتقابل والمستهلك خاصة في مجال التغذية والتعليم والصحة ويعد اليوم الدولي لتنمية الاتصال فرصة سانحة لتجديد الالتزام بالنفاذ إلى المعلومة بالاعتماد على سبل ابتكارية من شأنها تعزيز التنمية المستدامة العلاقة في الواقع وثيقة لأنه من نجموش نتحدث على القضاء على الفقر والقضاء على الصحة والرفاه على جودة التعليم على المساواة بين الجنسين على بناء المؤسسات القوية إذا كان ما يتوفرش للمواطن ولمنظمات المجتمع المدني الحق في النفاذ إلى المعلومة الحق في المشاركة في وضع السياسات العامة في متبع تنفيذها وفي تقييمها يعتبر إذن النفاذ إلى المعلومة هدفا بحد ذاته تم إقراره في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شان الفلاحي ولليوم الثالث على التواليد يتواصل تذمر الفلاحين بولاية القيروانة احتجاجا على تراجع سعر الفلفل على تغطية تكاليف الانتاج ما جعل بعضهم يهدد بمقاطعة زراعة هذا النوع من الخضر أمام الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروانة تجمهر عدد من الفلاحين في وقفة احتجاجية تطالب بتعديل سعر الفلفل الذي تراجع بشكل كبير فأصبح لا يغطي نفقات الفلاحة نحن الثلاثيين موقفة احتجاجية مشوكاليو على حكاية الفلفل أنه فلفل ب350 فرنك ما عادش مخلصنا ما عادش مخلصنا فلفل تعرف اللي اسم ده بقديش واللي دوي بقديش وتعرف الحارث وتعرف الضو ستيك معناها واحد يسرب في 4 عملين ويد العاملة معناها المرأة ما تنحليكش ميات كيل وفلفل في النهار في 15 دينار اقل شي تماتم الليكتار يتكلف في الطماتم ولا فلفل في 4 عملين نحن قاعدين نبيعه في الطماتم 160 فرنك ونبيعه في الفلفل ب350 فرنك ما عادش مغطي حتى ترف من المصاريف نسبة لي أنا مع الزرح على الطماتم لا في الفلفل استغني تعليم العاملة فيت الطماتم سنا صي بخلي 25 مليون مزيد نخلي ما عادش النجم نخلص المديونية متاعي يا أخو يا أخو يعاونونا يا رحم والديك جهت القروان معروفة بالزراعة الفلفل ما يقارب ما بين ستة لف وسبعة لف هكتار فلفل تكلفة متاع الزراعة الفلفل غلات برشا يعني أنت مشتلة فقط يا راهي توصل ما بين ثلاثة ونص واربع عملين مسؤول من المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان أكد ضرورة إرساء فلاحة تعاقدية لتحديد السعر قبل بداية الإنتاج فيما دع المدير الجهوي للتجارة إلى ضرورة الحوار عليش ما نمشي واش نعملو معناها تجمعات فلاحية معناها فلاحية في عدة قطعات مثلا في قطع الفلفل اللي باش يتفاوض باسم الفلاحة المنتجين هذوم في تحديد أسعار معناها القبول عند الصناعيين والداء معناها المحاولين متاع المنتوج هذا السعر واللي يتباع به الفلفل للمصنع هو سعر يخذها للعرض والطلب تبيعة الحال بتغليب الحوار البناء بين الأطراف المهنية هذا من شأنه أنه يحفظ المنظومة الفلاحية وفي حال عدم وجود حل لهذا الإشكال فإن الفلاحين يهددون بالتخفيض في المساحات المزروعة مستقبلا أخبرنا من العالم اليوم نستهلها من مقر أشغال الجمعية العامة تابعة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بين يو يورك أين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن الجماعات المتطرفة بدأت الانسحاب من منطقة جديدة من زوعة السلاح في محافظة إدلب بينما يوصل الجيش التركي وإرسال تعزيزات عسكرية لدعم نقاط المراقبة التركية هناك المرصد السوري لحقوق الإنسان كذب على موقعه الإلكتروني ما سماه مزاعم رئيس التركي نفيا حصولي انسحابات من المنطق الفاصلة بين قوات النظام والمعارضة وفي جديد الملف النووي الإيراني وفيما أعلن عديد قادة العالم تمسكهم بالاتفاق يصر الرئيس الأمريكي على مقاطعته مهددا بفرض مزيد العقوبات على طهران جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل ضمن أشغال دورة جمعية الأمم المتحدة العام الثالثة والسبعين بعد تبادل الاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أشغال الجمعية العام للأمم المتحدة اجتمع قادته وزعاماء الدول الكبرى في جلسة لمجلس الأمن الدولي ترأسها دونالد ترامب خصيصة لمواجهة خطر أسلحة الدمار الشامل في محاولة لتهديئة الأمور وإيجاد مخرج لهذه الأزمة ففيما توعد الرئيس الأمريكي خلال كلمته إيران بفرض عقوبات جديدة إضافية أكثر صرامة من أي وقت مضى لمواجهة كامل السلوك الإيراني على حد تعبيره زيادة على العقوبات الحالية التي ستكتمل في أوائل نوفمبر القادم وحذر كل دولة تحاول الالتفاف على العقوبات بمواجهة إجراءات مشددة وعقوبات وخيمة عارض في المقابل حلفاء ترامب الأوروبيون وروسيا والصين عارضوا موقف الرئيس الأمريكي بشأن النووي الإيراني ففي مدخلته رد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالقول أن التعامل مع الأزمة الإيرانية لا يمكن أن يختصر بانتهاج سياسة عقوبات على غرار ما يقوم به نظيره الأمريكي مشديدا على ضرورة بناء استراتيجية بعيد المدى لإدارة هذه الأزمة التي لا يمكن أن تختصر بسياسة عقوبات واحتواء لإيران ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف خلال الاجتماع أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران يشكل تهديدا خطيرا لنظام منع الانتشار خاصة وأن تهران تنفذ بشكل كامل التزاماتها في إطار خطة العمل الشامل المشتركة ويتم تأكيد ذلك من قبل وكالة الطاقة الذرية بشكل المنتظم وفي السياق ذاته قالت رئيسة الوزراء لبريطانية تيريزماي أن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 لا يزال أفضل طريقة لمنع تهران تطوير أسلحة النووية رغم انسحاب واشنطن منه مؤكدة الالتزام كل الأطراف المعنية بالحفاظ على هذا الاتفاق ما دامت إيران تواصل احترام التزاماتها وقد سجلت سعر النفط اليوم زيادة بـ 1% وسط توقعات بانخفاض المعروض في الاسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيران المصدر للنفط من المقرر يبدأ سريانها نوفمبر القادم صدرة النفط الخام الإيراني بلغت ذرواتها في 18 و2000 حين سجلت نحو 3 ملايين برميل يوميا بما لتنخفض هذا الشهر إلى نحو مليوني برميل يوميا مع رضوخ المشترين عبر العالم للضغوط الأمريكية وتخفيضهم وارداتهم منها فيما لا تملك منظمة البلدان المصدرة للبترولو باك طاقة انتاجية فائضة تكفي لتعويض النقص المتوقع في صدرة إيران ثالث أكبر منتجها في أفغانستان أكدت مصادر أمنية سقوط صاروخين رئيس الأفغاني أشرف غني يجتمع بمسؤولين محليين لتقييم الوضع الأمني في المدينة المدينة التي ما تزال تعاني مخلفات اجتياح مقاتلي حركة طالبان الشهر الماضي فيما لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابية في جولة الخبر الرياضي خطى المنتخب الصربي خطوة مهمة نحو بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة التي تصدفها إيطاليا وبلغاريا حين فاز على صاحب الضيافة المنتخب الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في لقاء جمعهما لحساب الدور الثالث بمدينة تورينو المنتخب الصربي يحتاج فوزا وحيدا في مباراة اليوم على منتخب بولونيا لضمان التأهل فيما يحتاج المنتخب الإيطالي إلى الفوز غدا على المنافس ذاته لإنعاش آمانه أما في كرة القدم العالمية فقط تابع يوفانتوس نتائجه المتميزة في الدرجة الأولى الإيطالية من خلال فوز هو السادس على التوالي بينما تأهل كل من كورينثيانس وكروتزيرو إلى نهائي كأس البرازيل تابع يوفانتوس حمل لقب حصد العلامات الكاملة بالكالتشو الإيطالية من خلال انتصار هو السادس على التوالي رفع رصيده إلى ثماني عشرة نقطة أثر تغلبه على ضيفه بولونيا بثنائية نظيفة في مستهل الجولة السادسة من المسابقة ففي موجات جمعت بالآليانس النجم السابق لليوفي بيبوينزاكي مدرب بولونيا بفريق تشيكي السابق بنيدي سيد العجوز والمساعد الحالي للرئيس بافر نيدفيد لم ينتظر صاحب الضيافة طويلا ليهز شباك بولونيا بهدف أول حمل توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا منذ دقيقة الحادية عشرة ثم أضف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني بعد خمس دقائق إذرى تمريرة من كريستان رونالدو الذي عجز هذه المرة عن التهديف لتألق الحالس البولوني سكورو بيسكي لذي أنقذ فريقه من قبول أهداف أخرى وإلى كأس البرازيل حيث استفاد كروزيرو من تقدمه ذهبا خارج ميدانه بهدف دون مقابل وإيابا بهدف في بالميراس الذي لم يشفع له الهدف المسجل عبر لعبه فيليبي ميلو في الدقيقة الخمسين بعد أن افتتح الأرجنتيني إيرنان باكوس التسجيل لأصحاب الأرض منذ دقيقة السابعة والعشرين منح الناديه تأهلا يلاقي بمجيب كروزيرو كورينثيانس باوليشتا المتأهل على حساب فلامينغو بهدفين لهدف في رقاء العودة بالأارينا كورينثيانس بعد أن كان التعادل السلبي قد حسم موجهة الذهاب في جديد الثقافة ولأول مرة في تونس تلتأم بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لفائدة المربين التونسيين والليبيين في مناسبة لتبادل الخبرات وتأهيل الخيول وتقديمها لبطولات الجمال الدولية بحركات إيقاعية تستعرض هذه المهرة جمالها ومميزاتها أمام أنظار لجنة التحكيم في فعاليات الدورة الأولى لبطولة جمال الخيل العربية الأصيلة التي تحتضنها تونس لأول مرة الأهمية أنها تفتح مجال وفرصة للمربين التونس اللي هم مشهود لهم دوليا في إمكانيتهم لتربية الخيول العربية وكسبهم لأصول ممتازة في مجال السباقات كذلك نحب أن نوفر لهم فرصة لتثمين منتوجهم في مجال الجمال مربو الخيول التونسيون لم يترددوا في المشاركة في هذه المسابقة على اعتبار أنها تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتفتح أفقا للمشاركة في المسابقات الدولية وهو ما أكدته منظمة الجواد العربي هذا هدف من أحداث المنظمة أنه تبادل الخبرات الالتقاء بين المربين ومالكي الخيلة العربية هذا هدف أيضا إضافة إلى أنه ستواحل لمشاركات دولية وتشتاحل المربي التونسي إن شاء الله سترينه إن شاء الله في العوام القادمة فما خيول معدين الجمال نحن ما زال معناش خيول كما يلزم للجمال لكن مباراة كما هذه اللي فيها قيمة باية للأول والثاني والثالث اللي يربحوا كل شيء تخلي الفلاح يتشجع ويصرف ويربي خيل من جمال مقيس عدة اعتمدتها لجنة تحتيم دولية لتقييم الخصائص الجمالية لقرابة ستين جواد عربيا أصيلا لمربين من تونس ومن ليبيا نوع الخيل وقربة وبعدة من النوعية المثالية للجواد العرب الرقبة كذلك مهمة لأن الرقبة تشد توازن الخيل وتعطيه جمال وتعطيه حتى في التركيبة صحة في التركيبة خط الظهر طبعا مهم لأنه متن الجواد كذلك الخيل تقيم سوى فرس أو حصان يقيم من خلال الحركة التعالي الحركة التعالي تناسق وكيف حركة مدى حرية الحركة ويتطلع هوات تربية الخيول إلى تطوير المسابقات وتنوعها بعد أن اقتصر هذا المجال في تونس على السباقات المحلية فقط على جمال الخيل وأنقتها نغادركم مشاهدينا إليكم فيما يلي تذكيرا بعناوين الأخبار أمطار هامة في مدنين دون ضرار جسيمة رغم تسرب المياه إلى عدد من المنازل والمتاجر وتدخل فرق الحماية المدنية لشططها انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ودعوة لا إرساء جملة آليات تدعم التعاون الاقتصادي في مجالات عدة مجلس لامن الدولي يعقد جلسة حول أسلحة الدمار الشامل وقادة العالم يعلنون تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران فوبة التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدين لتتابعوا أخبارنا كافة نلقاكم على خير اشتركوا في القناة